هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام وناقد الحديث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان ابن بحر الخرساني النسائي صاحب السنن ولد بنسى سنة خمس عشرة ومائتين للهجرة وطلب العلم في صغره فارتحل إلى قتيبة في سنة ثلاثين ومائتين فأقام عنده سنة فأكثر عنه سمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهاويه وهشام بن عمار وأحمد بن منيع وهناد بن السري وغيرهم وحدث عنه أبو جعفر الطحاوي وأبو علي النيسى بوري وأبو بكر أحمد بن محمد بن السني وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني وغيرهم كان النسائي في غاية الورع والتقى وجرحه وتعديله لرواة الحديث معتبر عند العلماء قال الحاكم سمعت أبو الحسن الدار قطني غير مرة يقول أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بعلم الحديث وبجرح الرواة وتعديلهم في زمانه وكان يواضب على أفضل الصيام صيام داود عليه السلام فكان يصوم يوما ويفطر يوما من مصنفاته كتاب السنن الكبرى واختصره في كتاب السنن الصغرى وسماه المجتبة وهو أحد الكتب الستة المعتمدة في الحديث وله كذلك كتاب فضائل الصحابة وكتاب خصائص علي قال محمد بن موسى المأموني وكان صاحب النسائي سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص لعلي رضي الله عنه وتركه تصنيف فضائل الشيخين فذكرت له ذلك فقال دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير فصنفت كتاب الخصائص رجوت أن يهديهم الله تعالى سكن النسائي بمصر وانتشرت بها تصانيفه وأخذ عنه الناس ثم انتقل إلى دمشق وتوفي يوم الاثنين الثالث عشر من شهر صفر سنة ثلاث وثلاثمائة للهجرة رحمه الله رحمة واسعة